وذلك روى الإمام الترمذي أن رجلا تزوج كان متزوجا من أخت معقل ابن يسار رضي الله عنه معقل ابن يسار صحابي الجليل كان له أخت وكانت متزوجة من رجل من المسلمين فطلقها ذلك الرجل لما طلقها غضب معقل جدا من هذا التصرف لأنه أخته ويحبها والكلام فجاءه زوج أخته لما انقضت عدتها جاءه وأراد أن يراجعها فكان يصر معقل رضي الله عنه على الرفض حتى أنه قال له يا لكع يا لكع أعطيتك أختي لتكرمها وكذا وكذا فأهنتها ورفض أشد الرفض معقل ابن يسار رضي الله عنه فلما بلغت العدة ورأى أنه رجع رفض وهنا أحب أن أقف وقفة وأتكلم في حكم حكم مهم قد يغيب عن خطاع عريض من أفراد المسلمين لا سيما في القرى والبوادي وفي الأماكن التي يعني ينظر فيها أهل العلم إذا بلغت المرأة المطلقة عدتها بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فأهل العلم يقولون عن هذه المرأة يعني المرأة طلقت طالما أنها في فترة العدة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية وفي فترة العدة يطلق عليها أنها امرأة مطلقة طلاقا رجعيا يعني طلق رجعيا يعني يحق لزوجها أن يراجعها مدامت في العدة في أي وقت طالما أنها في العدة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية وما زالت في العدة يحق لزوجها أن يراجعها الإشكالية فين؟ الإشكالية أنها إذا قضت عدتها أو انتهت عدتها انتهت المدة اللي هي إما أن تكون ثلاثة قروء أو تكون ثلاثة أشهر أو تكون أربعة أشهر وعشرة أيام على اختلاف المرأة عفواً أربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفة عنها زوجها إذن إذا انتهت العدة فهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس وأنا أريد أن يهتم به المسلمون وأن يعوه هذا الأمر جيدا فيذهب الرسول يقول هي زوجاتي أنا في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فيروح يجبها من بيت أهلها وخلاص ليه عملت كده مولانا يقول لأنها لسألها طلقة أو لسألها طلقتين أو الكلام ويغفى عليه أن العدة انتهت أن العدة انقضت أن المدة قد فاتت فإذا انقضت العدة له أن يراجعها ولكن بشرط له أن يراجعها بشرط أن يعقد عليها من جديد وأن يمهرها من جديد أن يعطيها صداقها يصدقها من جديد يعطيها صداقا يتفق على صداق جديد ومهر جديد يبقى لو انقضت عدة المرأة بعد طلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يجوز للرجل أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين فانتبهوا يرحمكم الله لهذا الأمر جيدا هذا ما حدث مع أخت معقل ابن يسر لما انقضت عدتها جاء زوجها ليراجعها من معقل فرفض معقل أشد الرفض وقال أعطيتك أختي لتكريمها والكلام ذا فرفض ولم يعطيها إلا إياه وسبه وقال يا لوكع وهذه كلمة كانت يعني معروفة عند العربي إذا غضب أحدهم من أخيه فكان يقول مثل هذه الأشياء يا غنصر يا لوكع ثكلتك أمك وهكذا فقال والله لن تأخذها ما كانت لك حياة يعني خلاص طول من تعيش مش هترجع للأخت لن ترجع أختي لك أبدا لأنه يعني غضبان وزعلان فلما قال هذا الكلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّنْ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ العضل اللي هو الظلم العضل اللي هو التأخير العضل اللي هو المنع كأن يمنع الولي من تحته سواء كانت ابنته أو أخته أو من يعول وهو ولي عليها وقيم عليه يعضلها يعني يمنع زواجها يؤخر زواجها يرفض أن يزوجها لهوا في نفسه لأنه عشان مش عايز يغرم أو أنه يعني خف أنه ينفق عليها أو الكلام ده هذا إعضال وهذا حرام هذا حرام لا يجمل ولا يجز من الولي أن يفعل ذلك قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلما نزلت هذه الآية وسمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا وطاعة سمعا وطاعة ثم ردها إلى زوجها فكانت الآية تعرف بآية معقل فكانت الآية تعرف بآية معقل